في السودان دمع أسود مقهور في السودان يغضب النيل ويفيد خرابا على أبناء الأرض الخصيبة لكنها الوجوه أكثر بياضا بموروث شعب لا يخرج صوته إلا رخيما مزركشا بالبساطة غضب النيل إذن ليس على شعب السودان إنما غضب على أرض جرداء من أمل مستقبلي منسي وينسى السودان اليوم في غرف الأخبار العربية والعالمية حتى وإن ذكرتهم هذه الطفلة التي تمسك بحياة جديدة برأس أبيها في زمن غابت عن الخرطوم الرؤوس مع أعتى فيضان لم يحدث مثله منذ مئة عام عظمة التساؤلات وهل يحتاج ماكرون لفيروزة سودانية حتى يعلن زيارة الخرطوم أم أنها الأرض التي تخلو من المصالح والرهانات للنيل يغني الشعب السوداني أما الليلة والليل والنيل أكلوا مئة قتيل بغداد الجريحة التي مدت يدها إلى الخرطوم لغة الواجب الإنساني من الشقيق إلى الشقيق لكن أين العالم المرفه من بلاد كينداكا الملكة التي نطقت بلسانها ثائرة في آخر موجة ثورة السودان حينها تحرك العالم أياما مع دودات فيما غاب الصوت وغاب السودان كما يغيب عن قائمة الاهتمام في كل مرة استرامات أحسن تشخيص تشخيص ترجمة نانسي قنقر